طيب أفضل الأماكن فين في سيناء يعني أنا بشوف يعني السواحل الخاصة بشمال سيناء عليها زراعات كتير هل يعني تتميز سيناء جغرافيا أيضا بوجود أراضي كتير تسطح للزراعة فين وإزاي بنستغل ده أيضا في اللوجيستيكس في الطرق في المصانع في الحقيقة لما نتكلم على سيناء لو نتكلم بصفة عامة على اختيار الأراضي للزراعة ده بيتم من خلال دراسات علمية بتقوم بيها الجهات المتخصصة في دراسات الأراضي من تحديد صلاحية الأرض للزراعة من البداية والحقيقة ده محور مهم جدا من محاور التنمية الزراعية هو التوسع الأفقي للرقع الزراعية حقيقة بتجوب سيناء شمالا وجنوبا وسط فرق بحسية من قطاعات وزارة الزراعة والدولة المصرية مع التعاون مع الجماعات المصرية لاختيار أفضل المناطق الصالحة للزراعة ووضعها تنمي خريطة اثثمارية للزراعة الحقيقة لما بنجوب أراضي سيناء شمالا وجنوبا وسط حقيقة بنلاقي مشروع قومي لاستصلاح والزراع وتنمية شمالا وسط سيناء حقيقة بنلاقي في الجنوب أراضي كل منطقة في سيناء سواء شمالا وجنوبا وسط شرقا غربا حقيقة كلها مناطق بتجود فيها الزراعة ولكن كل منطقة ده ميزة نسبية من حيث الجو وطبيعة المياه الحقيقة من سيناء من شرق القناة وشرق البحيرات بنلاقي مساحات زراعية طبقا للميزة نسبية بنلاقي بيجود فيها زراعات المانجو والموالح وبعض المحاصيل الاستراتيجية زي الأمح والقطن بيتزرع كمان على ضفاف قناة سويس من خلال مشروع المياه 25 ألف فدان اللي بتقوم بجهات الوزارة منها قطاع الاستصلاح ومراكز البحوث الحقيقة في الوسط بنلاقي أرض من أخصب الأراضي الموجودة في سيناء وبتعتمد على المياه الجوفية اللي بيجود فيها زراعات الزتون والموالح والتين لو انتقلنا شرقا لسيناء منطقة رفح وشلزويد وبنلاقي أنها بيجود فيها زراعات الخوخ وبعض زراعات النباتات الطبية والأطرية الحقيقة سيناء كلها أراضيها بتجود فيها الزراعة وبنعتمد فيها على حسب مصدر المياه الموجودة